السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نفعل قبل أن تصعد صحيفة أعمال السنة في شهر شعبان نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم أن بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك شهر شعبان سيصعد إلى الله عز وجل أكثر من 7.5 مليار صحيفة يمكن دخل على 8 مليار صحيفة كل تلك الصحف ستصعد إلى الله عز وجل في شهر شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن الأعمال سترفع إلى الله عز وجل أعمال السنة كلها ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان طبعا الأعمال بتعرض على الله بشكل يومي في صلاة الصبح وصلاة العصر وتعرض بشكل أسبوعي أو نصف أسبوع في يوم الاثنين والخميس والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائم لكن الرفع السنوي بقى لكل الأعمال يكون في شهر شعبان فسبع ونص أو تمانية مليار صحيفة ستصعد إلى الله عز وجل السؤال بقى تحب حضرتك وتحب حضرتك يبقى إيه اللي موجود في الصحيفة إن حضرتك وحضرتك بتصلوا ولا إن الواحد يبقى تارك للصلاة عيازا بالله فيبقى يوم يطلع الصحيفة بتعته إلى الله سبحانه وتعالى مكتوب فيها تارك للصلاة تارك للصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا حول ولا قوة اللي بالله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها وجعلت كرة عيني في الصلاة اللي كان بيقول أرحنا بالصلاة يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم فيطرى يصر حضرتك ويصر حضرتك إن يبقى مكتوب في صحيفتك تارك للصلاة لا ما يصرنيش يبقى اللي ما بيصليش يراجع نفسه ويبدأ من النهاردة يسجد ويركع لله سبحانه وتعالى فوالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة الله أكبر طيب يصر حضرتك أو حضرتك يبقى مكتوب في الصحيفة عاق لوالديه ولا بار بوالديه النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال كما عند التبراني في الكبير بإسناد حسن قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة أول واحد العاق لوالديه يعني يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعمل كل حاجة ولا يقبل منه ولا حاجة ليه؟ لأنه عاق لوالديه قال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك قال ابن عباس فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل يبقى لو الواحد عاقب والديه يلحق ويكرم والديه ويبرهم علشان يتفتح له أعظم باب من أبواب الجنة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الوالد يعني الأب والأم أوسطوا أبواب الجنة يعني أحسنوا أبواب الجنة السؤال الثالث اصر حضرتك أخت الفاضلة وابنات الغالية أن يبقى مكتوب في الصحيفة بتاعتك أنك متبرجة ومش لابسة الحجاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عريات إلى آخر الحديث أنا لا أتمنى لك ذلك بل أدعوك إلى التوبة وإلى العودة وأنك تلبس حجابك وأوعى تفكري أن الحجاب بيقلل من جمالك بالله يزيدك جمالا ويزيدك حياءا ويجعلك بفضل الله سبحانه وتعالى غلي في قلوب الناس لأن من أطاع الله الله عز وجل يلقي محبته في قلوب الناس قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فما ظنك بالفرائد يعني إيش فديه يعني المولى عز وجل بيقول وما زال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحمدت كنت سمعه الذي يسمع به وقبل الكلام ده كله يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته علي وقد افترض الله عليك العجاب العجاب فرض نعم العجاب فرض على كل مسلمة بالغة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذن لو مش لابس حجاب إيه الحقي نفسك ربنا يكرمك ويجعلك يا رب في صحبة أمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى وقلت قبل كده لبعض الأخوات أو لبعض البنات اللي مش لابسين حجاب قلت طب لو لبست حجاب وجيت يوم القيامة اكتشفتي إن الحجاب مكانش فرض خسرت حاجة قاله لأ قلت طيب لو ملبستوش حجاب وفضلته كده من غير حجاب وجيت يوم القيامة واكتشفته ودي الحقيقة إن الحجاب فرض خسرت حاجة قاله طبعا يبقى خسرنا كل حاجة إن إحنا فرضنا في إيه في فرض شيء ربنا فرضوا علينا بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن ربنا يرزق كل فتاة هذا الحجاب يبقى هل يسرك إن كتب في صحفتك متبرجة أم محجبة لا محجبة ربنا يكرمك قبل ما تصعد الصحيفة البس حجابك ربنا يبر فيك وأذكر إن أحد المشايخ كان راح إدى درس في مدرسة بنات فبنات كتيرة كان محجبات فبنت مش محجبة قلت له طيب إحنا نلبس حجاب ليه طب ما الرجال هم اللي يغضوا بصرهم قالها هقولك حاجة مثال بسيط لو إن حضرتك عندك حلة كبيرة أو كده مليانة حمام محشي وفراخ مشوية والحوم مشوية وديوكرومي وأجمل أنواع الطعام وأعزق الله عز وجل حوالين الحلة مجموعة من القطط والكلاب وقفين حوالين الحلة هتعملي إيه تغطي الحلة ولا تقولي للقطط والكلاب غضوا بصركم هتلقى طبعا أغطي الحلة قال لا خلاص اتفقنا غطي الحلة ربنا يذار فيك يا رب ويحفظك يا رب من كل سوء طيب السؤال الرابع هل يسر حضرتك أو حضرتك لما تصعد الصحيفة يتكتب فيها قاطع للرحم ولا وصول للرحم أو واصل للرحم النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الصحيحين سره أو من أحب أن يبسط له في رزق ربنا وسع رزقه وأن ينسأ له في أثر ربنا طول عمره فليصل رحمه وفي المقابل بقى اللي قاطع الرحم قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم طب هل يسر حضرتك أو حضرتك أني كتب في الصحيفة أنكم تأكلون الحلال أم الحرام لا طبعا الحلال يبقى اللي بيأكل حرام يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل ما تصعد الصحيفة هل يسر حضرتك أو حضرتك يكتب في الصحيفة هاجل أنا بس بدي أمثلة هاجل لكتاب الله ولا من أهل الكرآن الذين هم أهل الله وخاصته النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المولى عز وجل له أهلين منهم أهل الكرآن هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى خيركم من تعلم الكرآن وعلمه فالإنسان لو هاجل لكتاب الله يلحق نفسه كل يوم ورده ولو جزء في الكرآن حتى لا يكتب هاجرا لكتاب الله هل يسر حضرتك أو حضرتك إن يكون في الصحيفة أنكم غافلون عن ذكر الله أو أنكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت والحديث رواه البخاري ويقول المولى عز وجل فاذكروني أذكركم كان أحد السلف يقول والله إني لا أعلم متى يذكرني المولى عز وجل قالوا كيف ذلك قال إن ذكرت ربي ذكراني ربي أما سمعتم قاله تعالى فاذكروني أذكركم يا الله هل يسر حضرتك أن يكتب في الصحيفة أنك كاذب أم صادق ظالم أم غير ظالم أنك أكلت حقوق الناس أم أنك تكرم الناس هم يسر حضرتك أو حضرتك أنه يتقال أنك أنت أكلت ورس خواتك البنات ولا ناوة رجع ورس خواتك البنات وأنتم تعلمون جميعا أن هناك لا أقول مئات البشر بل آلاف البشر ممن أكلوا ميراث أخوتهم البنات وأهروا قلوبهم إلحق نفسك والله الدنيا من فات ممكن الفلوس تصرفها على مرضك عفاق الله أو تصرفها على مرض حد من حبيبك إلحق كده قبل ما الصحيفة تطلع روح قبل رأس أختك وقولها أختي وحبيبتي ونور عيني وحتة من قلبي قادي مراسك يا حبيبتي ولو عايز أي حاجة أنا أخوك وسندك وظهرك وقت ما تحتاجيني تلاقيني بفضل الله سبحانه وتعالى برضو نفس الحكاية ومش عايز أطول هل يصرك أنك تبقى مخاصم حد من المسلمين أو حديك مخاصمة ولا لا مش مخاصمين لإني في ليلة النصف من شعبان المولى عز جل يغفر لكل المؤمنين إلا المتخاصمين فالحق نفسكم آخر حكتين هل يصر حضرتك بقى إنك تبقى تاجر محتكر لسلعة ومجوع الناس ومبهد للناس وتخلي أب ينتحر عشان مش لقي يأكل عياله وتخلي شاب ينتحر عشان مش شايف مستقبله ولا لقي اللقمة كلها هل تحب إن انت تكون من اللي بيغشه في الدواء عشان يوصلوا للناس سموم وبودرة سيراميك بدل الدواء وتموت الناس عشان تكسب قرشين في النهاية هتنزل قبرك من غيرهم ولا إنك انت تحتكر سلع أو إن انت تغش في الطعام أو الدواء ويا ما ناس كتيرة بتغش في الدواء وفي الطعام إلحقوا نفسكم قبل ما الصحيفة تطلع ويتكتب فيها إنك قتلت كم واحد أو أمرضت وتسببت في مرض كم واحد أو إنك دمرت حياة كم واحد ارحموا ترحموا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في عجالة سريعة كل واحد لازم يراجع نفسه قبل ما صحيفته تصعد إلى الله سبحانه وتعالى هيعمل إيه سبع حاجات في عجالة سريعة رقم واحد نتوب توبة صادقة رقم اثنين نتحلل من المظالم وأنا ذكرت كيف نتحلل من المظالم في مقاطع أخرى رقم ثلاثة مصالحة الناس ونسيان الخصومات لأن في ليلة النص من شعبان ورد كما عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النص من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع يترك أهل الحقد أهل الخصام بحقدهم حتى يدعوا يحرم الإنسان من المغفرة لو مخاصم حد من أجل دنيا أما لو من أجل دين فدي حاجة تانية وإحنا شرحناه قبل كده رقم أربعة الإكثار من الصيام والقيام وقراءة الكرآن والذكر في شهر شعبان كان النبي يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم وكان يقومه كل ليلة وكان يقرأ الكرآن ويذكر الرحمن سبحانه تعالى رقم خمسة دلالة الناس على الخير ندل للناس على الصيام والقيام وعلى الذكر وعلى الكرآن وعلى صلة الرحم وعلى إكرام الفقراء واليتامة أدالنا على الخير كفاعله رقم ستة الصدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب آخر حاجة رقم سبعة كثرة الصيام في شهر شعبان فقد ورد عند النساء بسنة صحيح عن أسامة بن زيد قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شعبان قال نعم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم أسأل الله عز وجل أن تكون صحائفنا كلها منيئة بالخير والبر والطاعة والإحسان والصلاة والذكر والصيام وكل طاعة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرزقنا توبة نصوحا ترضيها عننا وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته